اشتركوا في القناة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة النجاة في كل سير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب وعلى آله وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم المآب وبعد فقد وصلنا بمعونة الله وحسن تسديده وتأييده إلى الوقوف عند قول الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة وإخال أننا قد شرحنا ما يتعلق بقوله قبل وبعد أليس كذلك وانتهينا إلى مسألة دلالة قوله الحرف وقبل وبعد الحرف فالحرف هنا كما تقدم لنا هو حرف الخلف هو القراءة المختلف فيها فتعلمون بأن الإمام الشاطبي كما تقدم لنا جعل رمزه على أصناف فما رمز به من حرف واحد فإنه التزم أن يجعله بعد بعد الخلف وبعد تقييده إن وجد لقوله ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله جميل هناك بعض الكلم التي جعلها رمزا للجمع كما تقدم لنا وهذه الكلمات أو هذا الرمز الجمعي التزم أن لا يلتزم فيه موضعا التزم أن لا يلتزم فيه موضعا وذلك قال وقبل وبعد ومن قبل قال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطه وقضي بلواوي في الصلاة والآن يقول وقبل وبعد الحرف أي قبل الخلف القراء وبعده وبعده آتي بكل ما رمزت به من رموز الجمعي التي هي الكلمات الثماني وهي صحاب وصحبة ونفر وعمى وحق كما تقدم لنا لماذا لم يلتزم فيها موضعا كما التزم في الرموز الحرفية التي تدل على الانفراد أو تدل على الجمعي كما في الحروف الروادف الستة كما تقدم لنا لماذا لم يلتزم أن يجعلها بعد الخلف كما فعل لأنها مأمونة اللبس لماذا لأنها جعل لها مصطلحا خاصا فالصحبة لا تشتبه بشيء وصحاب لا يشتبه بشيء ونفر لا يشتبه بشيء وحق لا يشتبه بشيء وعم لا يشتبه بشيء وحرم لا يشتبه بشيء فحيثما وجده الطالب علم أنه وضع للرمز فقط فأمن اللبس فلم يشتبه فلذلك التزم أن لا يلتزم فيه موضعا فيأتي به بحسب المتيسر وبحسب المتفق أليس كذلك قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع أي من رموز الجمع إذ ليس مشكلا إذ لا يشكل على الطالب لأنه قد عقله وحفظه بتركيبه فهذا مصطلح متعين للرمزية فقط فلا يدل على شيء آخر فلم يشتبه فلذلك نوع في وضعه بحسب التيسير ويمكن أن نقول بأن قوله وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به أي من الحروف أي من الحروف التي سبقت من حروف أبي جاد سواء التي رمز بها لواحد أم التي رمز بها للجمع مع الجمع مع رمز الجمع فتكون في هنا بمعنى مع وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما ربزت به مثلا في معناه مع الجمع كما في قوله تعالى وادخلي في عبادي وادخلي في عبادي فعلى هذا مثلا كما تقدم لنا بأنه لم يلتزم أن يعين محلا للرمز الجمعي فكذلك إذا ضارع الرمز الجمعية حرف من الحروف التي جعلها للانفراد أو للجمع من حروف أبي جاد التي وضعت للانفراد أو التي وضعت للجمعي إذا ضارعت وصاحبت واقترنت برمز من الرموز الجمعية فإنها تعطى حكمها تعطى حكمها معلوم لديكم بأن الرمز الحرفية يكون بعد الخلف أليس كذلك ومعلوم لديكم الآن بأن الرمز الجمعية لم يلتزم أن يجعله لا قبل ولا بعد جميل فكذلك الرمز الحرفي إذا صاحب وضارع الرمز الجمعية فإنه يعطى حكمه يعطى حكمه بمعنى أنه يتقدم معه إذا تقدم ويتأخر معه إذا تأخر كقوله مثلا في التقدم أو في تقديمه مجتمعا مع الرمز الحرفي وحق نصير مثلا وحق نصير كسرواه مسومين إلى آخره فهو الآن هنا أتاب الرمز الجمعي الذي هو حقه أليس كذلك أتاب الرمز الجمعي جميل هذا لا بأس فيه لأنه ملتزم أن يضعه لا قبل الخلف ولا بعده لكن الإشكال فيما بعده في قوله نصير فالنون رمز لمن؟ للإمام عاصم فهو من الرمز الحرفي أليس كذلك وهو هنا قبل الحرفي وقد قال قبلا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله أتى به لأن الرمز الجمعي لا يلتبس وضعه على أحد فحيث ما وضع يعلم أنه للرمزي فكذلك أمن ما صاحبه أمن لبس ما ضارعه فلذلك أتى به أيضا مقترنا بالرمز الجمعي لأمن اللبس فأتى به متقدما على الخلف كما قال وحق نصير كسر واو إلى آخره وقد أتى به أيضا مقترنا بالرمز الجمعي متأخرا عن الخلف كما في قوله مثلا ورؤوف قسر صحبته حلا مثلا قسر صحبته صحبة معروفة هي رمز لمن؟ هي رمز جمعي أليس كذلك؟ ولا إشكال فيها لأنه لم يلتزم أن يضعها قبلا ولا بعدا والإشكال أين في قوله في رمز الحاء الذي هو رمز حرفي للانفراد فقد أتى به بعد وهو موضعه وهو موضعه إذن الرمز الحرفي يعطى حكم الرمز الجمعي إذا اقتران به أليس كذلك إذن إذا جاء الرمز الحرفي قبل الخلف مع الرمز الجمعي فلا سؤال عنه فلا سؤال عنه لأنه لم يزغ عن موضعه إلا بقرينة تدلل عليه وهي الرمز الجمعي أليس كذلك أما الرمز الجمعي فكما تقدم لنا فإنه لم يلتزم أن يجعله قبلا ولا بعدا كقوله مثلا وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسره لآخره وصحبة يصرف أتى بها قبل هذا لا إشكال فيه وأيضا أتى بها بعدا ولا إشكال فيه لأنه لم يلتزم وقرح بضم القافي والقرح أو القرح صحبة فأتى بصحبة قبل في قوله وصحبة يصرف وأتى به أيضا بعد الخلف لأنه قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمعي فإما أن نقول بأنه أراد أراد بما رمزت به في الجمعي الحروف وتكون فيه بمعنى مع أي ما رمزت به من جميع الحروف مع رمز الجمعي أو أن يكون على ما ذكرناه قبلا ولقد وفى ولقد وفى وأتى بكل الرموز الجمعية قبل وبعد الخلف لقد وفى بما بما قال رضي الله عنه وإنما هذا فقط لزيادة الشرح وقد تقدم لنا هذا وإنما هو من باب التذكير إذن قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمعي إذ ليس إذ ليس مشكلة ثم قال بعد ذلك وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معم ومخول أعيد البيت وسوف أسمي وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معم ومخول الترتيل لا يقضي التغني إنما هو التتابع من غير تراكم ولا تراكم أليس كذلك إذن إذن قال ماذا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معم ومخولا يسمي ماذا يسمي القراء والروات أو يسمي أو يسمي الرواة عموما حيث يسمح النظم بذلك حيث يسمح له الوزن إما قبل الخلف وإما بعد الخلف إذن سوف يسمي القارئ باسمه أو كنيته أو لقبه أو نسبته أو بضمير يشير إليه مثلا حيث يسمح النظم أي الوزن بذلك فقد يأتي به قبل الخلف ويأتي به أيضا بعد الخلف إذا كان لا يلتزم في الرمز الجمعي بمكان واحد إما قبل الخلف أو بعده لأمن اللبس وهو مصطلح استلح عليه فعدم التزامه بهذا المذهب في الاسم الصريح من القراء أو لا فهو اسم العلم وهو اسم صريح فهو مأمون اللبس بالأصالة فإذا قال البصري أو قال ابن كثير أو قال المكي أو قال نافع فلا إشكال فيه فمعروف أن النافع هو الإمام لا يلتبس بشيء آخر فإذا فعل مع الرمز الجمعي لأمن اللبس هناك فهنا اللبس آمن منه هناك أليس كذلك إذن فقد أتى باسم القارئ أو الراوي قبل الحرف وبعد الحرف حيث ما يسمح له الوزن بذلك حيث يسمح له الوزن بذلك وقد التزم هذا واستمر له وإن لم ينبي عليه وإن لم ينبي عليه بعدما أحصيت الشاطبية تتبعتها أيضا فوجدته بفضل الله قد وفا فلم يترك أحدا بغير اسمين أو كنيتين أو لقبين يعني بغير تصريح أي بغير رمزين مثال ذلك فلنبدأ من الإمام نافع فقد سرح باسمه نعم مثلا ونقل ريدا عن نافع إلى آخره من الذي له من الرواة قالون مثلا هل ذكر قالون وقالون بتخييره جل جميل من الذي يليه ورش هل ذكر ورشا باسمه أم لا وغلظ ورش ورقق ورش وحرك لورش إلى آخره من الذي يلي هؤلاء ابن كثير هل ذكر ابن كثير نعم نعم قولوا نعم لابن كثيرهم مثلا لابن كثيرهم جميل من رواته البزي هل ذكر البزي هم أحمد سهل مثلا ها إلى آخره وقال به البزي من آخر الضحى إلى آخره فقد سرح بالنسبة وبالاسم أيضا صريح نعم وبعده قنبل نعم وعند صراط والصراط لقنبل مثلا جميل بعد ذلك من الذي بعده أبو عمر هل صرح به ذكره بكنيته وبلقبه وبنسمته وما ترك شيء الله فعله مع أبو عمر لجلال قدره رضي الله عنه فهو عالم بالقراءات عالم بالعربية إلى آخره هو مرجع الناس ومرجع الأمة في هذا رحمه الله ورضي عنه فقال ودونك لإدغام الكبير وقضبه أبو عمر البصري للمازني عد أعدل إلى آخره أليس كذلك نعم من رواته أو من راوياه الدوري والسوسي هذكر الدوري ها عن الدوري مختلسا جلا وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا إلى آخره والسوسي ويبدل للسوسي كله كل مسكن ها هكذا يجب أن تتعامل مع الشاطبية فلتكن بين أيديكم ها وهذا لا يحصل إلا بالحفظ وحسن وحسن التأمل ومداومة النظر فيها نعم وفي معانيها نعم من الذي بعده ها ابن عامر ابن عامر نعم هل ذكره أين نعم أيضا أحسن للشام أيضا ذكره بالنسب بالنسبة إلى الشام جميل يا أبت افتح حيث جاء لابن عامر لابن عامر وسماه بالدمشق أيضا بالنسبة إلى بلده دمشق ها والدمشق مسهلة أيضا فمن رأو إياه ها هشام هل ذكره هشاما يقوله هشام الماتت الرف مسهلة نعم نعم وابن ذكوان يقول فيه ماذا نعم أحسنت ثم من الذي بعده أحسنت رضي الله عنك نعم عاصم من الذي قال في الإمام عاصم نعم ها وعاصم روانونه بالباء نقطة أسفل مثلا من راوياه هم شعبة وحفص هذكر شعبة شعبة أحسنت حفص هذكر حفصا نعم ها وسكتة حفص دون قطع لطيفة من الذي بعده هذه الأشياء يجبون تقولوا أنتم حمزة هل ذكر حمزة أين وحمزة والأرحام بالخفض جمال إلى آخره النعم راوياه من خلف وخلاد هل ذكر خلفا ها وعنده روى خلف في خلاد واشمم لخلاد الأولى من الذي بعده الكساء هذكر الكساء أين ممال الكساء أيضا غير عشرين ليعدل نعم من راوياه أبو الحارث أبو الحارث الليث روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا نعم هل ذكره الآن حمي الوطيس هل ذكر الليث وقول مميل السين للليث أخملا وقول في نحسات أليس كذلك وقول مميل السين للليث هو هذا أبو الحارث أخملا أليس كذلك وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم لولا أيضا مع يطمث أليس كذلك من الذي بعده وهو الأخير دور الكسائي هل ذكره الآن ستجازون من أتاني بمثال نعم في قوله متعلا ورؤياك مع مثوايا عنه عن من يتكلم عن الكسائي أليس كذلك وحفص هو من هو دور الكسائي لأنه قال وحفص هو الدور وفي الذكري قد خلأ نريد أن نراجع معكم هذه الأشياء فقط فلتمسوا إذا رجعتم فلتكون لكم ضربة على مثل هذا لأن بمثل هذه تحصل المعلوم نعم إذن قلنا ماذا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معم ومخولا فقد ذكر أيضا الاسم الصريح وذكر الكونيتا وذكر اللقب أيضا فلا تلتمس هذه الأشياء ذكر مثلا الكوفي من نسبة للكوفة مثلا وذكر الاسم الصريح مثلا كأحمد وذكر الكساء وذكر حمزة وذكر إلى آخره لكن في مثل حرمي مثلا حرمي فهو وإن كان فيه النسبة إلى الحرم فإنه جعله رمزا جمعيا أليس كذلك فإنه يجتمع مع الرمز الحرفي فلا يشكلن عليكم ولا يهولنكم الأمر جميل مما استمر له واتفق له ولم ينبي عليه ولم يذكره أنه لم يجمع بين اسم صريح ورمزه أبدا لم يفعل لم يفعل هذا ولكنه لم لم يذكره لم يذكره جميل فقوله به موضحا جيدا معما ومخولا قال بعض الأفاضل من الشراح لو ذكر هذا لكان أحسن بدل هذا العجوز أليس كذلك لو ذكر أنه لم يجمع بين رمز واسم صريح لكان أحسن لكنه هو أعلم بما أراد فلا يفتأت عليه في ما أراد وفي قصيده ومن أعجبه شيء فليجعله في نظيم آخر رضي الله عنه وأرضاه اقترح هذا الفاضل في قوله وَسَوْفَ أُسَمِّي حَيْثُ يَسْمَحُ نَضْمُهُ بِهِ خَالِيًا مِنْ كُلِّ رَمْزٍ لِيُقْبَلَ قال به خاليا من كل رمز لِيُقْبَلَ يعني سوف أُسَمِّي حَيْثُ يَسْمَحُ نَضْمُهُ به خاليا من من كل رمز يعني لم أجمع بين الاسم الصريح والرمز أليس كذلك لكنه قال رضي الله عنه به موضحا موضحا جيدا موضحا جيدا فالجيد هنا بمعنى ماذا العنق إلا أن السهيلية رحمه الله ورضي عنه هو الإمام الأكبر يرى أن الجيد يقال في مقام الامتداع وأن العنق إنما يقال في مقام الذنب لك أن تقول صفعت أو صفعت عنقة ولا تقول صفعت جيدا ها هذه من مسائل الإمام السهيلي رضي الله عنه وما أنبهه رجل لا كالرجال الإمام السهيلي فخر المغربي على المشارق وهو قد توفي فيه نعم حسنت إذن قال ماذا الجيد ولك أن تعترض بقول الله تعالى في جيدها حبل من مسد فهذا مقام ذنب أم مقام مده وذكر الجيد من باب التهكم عليها من باب التهكم عليها لأن لها جيدا كان لها جيد تحبه وتحليه بأحسن قلادة أو حلي لديها فلذلك الله تعالى قال لهذا الجيد الذي تتميزين به وتحلينه فإن حليته ستكون يوم القيامة حبلا مما ستنسأل الله العافية ولذلك العرب تمدح المرأة بأنها حسنة الجيد كناية عن عن جمالها أليس كذلك وجيد كجيد الرئمي وجيد كجيد الرئمي ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي وجيد كجيد الرئمي ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي وقال آخر قال الآخر وجيدك جيدها يشبهها بما بما حسن عنده وليس هذا المقام مقام الأدب وإنما نريد أن أدلكم على بعضه والله المستعان إذن فالجيد قال أهل اللغة هو العنق يقال امرأة جيداء والجمع فيه ماذا يقال أجياد أجياد أليس كذلك إلى هذا في محله بإذن الله تعالى فما وزنه جيد أذكركم بالصرف أو بالتصريف ما وزنه جيد يجوز أن يكون فعلا ويجوز أن يكون فعلا وهو رأي سيبويه خير بينهما فإن كان فعلا فالياء فيه أصلية أليس كذلك وإن كان على وزن فعل فقد قلبت الضمة فيه كسرة لماذا لتصح لتصح ألياء و سيبويه يرى الوجهين ويرى بأن إذا اختير له وزن فعل فإنما قلبت الضمة كسرة كسرة لماذا لأنهم كاربه ياء بعد ماذا بعد ضمة فقيل جيد قاله يباب تكسير فعل على فعول وأفعال أما الأخفة شوفه عنده على وزن فعل لا غير بالكسر لا غير هذه الأشياء من المراجعات فقط نقول ماذا به موضحا جيدا فجيدا كيف تعربونه مفعول موضحا موضحا جيدا موضحا جيدا أليس كذلك موضحا جيدا ومعما ومخولا نعتاني لماذا للجيد نعتاني للجيد أي سوف أسمي وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا به موضحا جيدا معما ومخولا معنى قوله معما ومخولا يقال معم أي كريم الأعمام ومخول كريم الأخوال أليس كذلك أخذناه من قول من من قول من القيس فأدبرنا كالجزع أو كالجزع المفصل إلى آخره إلى أن قال نعم بجيد معم في العشيرة مخول فأدبرنا كالجزع أو كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخول لماذا لأن الصبي عند العرب كان يعرف بأنه كريم الأخوال وكريم الأعمام بالقلائد أو القلادات التي توضع أو بالحلي الذي يكون على على جيده إذا كان كريم الأبوين فهو كناية أيضا عن جودة الأبوين وعن أصالتهما فإذا كان كريم الأخوال فإن أمه كريم أيضا وإذا كان كريم الأعمام فإن أباه من أصل كريم فالصبي إذا كان كريم الأخوال والأعمام فإنهم يتنافسون على تزيين جيده تزيين عنقي ليصير جيدا فكل من رآه وضع عليه قلادة فيقال هذه قلادة عمك فلان ويقال بعد ذلك هذه قلادة خاله فلان فهو كريم الأعمام والأخوال قيل في الجيد وقيل في غير الجيد وقيل في غير الجيد كما قالوا معم لعمري في الجياد ومخول أو معم لعمري في الجياد هذا وصف للخيل ما صدر هذا البيت أبوه ابن بن زاد الركب وهو ابن أخته أبوه يحكي عن الخيل أبوه عن جواد كريم كريم الأصل أبوه قال الشاعر أبوه ابن زاد الركب وزاد الركب هذا جواد أو فرس أهداها كما يقال في التاريخ سليمان النبي عليه السلام لبعض العربان أو لبعض العرب أليس كذلك فقال الشاعر أبوه ابن زاد الركب وهو ابن أخته أليس كذلك معم أو معم لعمري في الجياد فانتقلنا من الأشخاص ومن الأعلام ومن الإنسان إلى إلى الحيوان أليس كذلك فعم بهذا خرج عن عن ماذا عن الإنسان فهو عام على قول بعضهم إذن قال ماذا معم أو معم لعمري في الجياد ومخول معم أو معم لعمري في الجياد ومخول وأيضا ما جاء عن يحيى بن عروة بن الزبير حينما قال أنا والله معم ومخول تفرقت العرب عن عمي وخالي إلى آخره هذه الأشياء إنما أريد أن أريدها لكم فقط للتنبيه إذن ماذا قال الإمام وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معم ومخولا وقد وفى بذكر جميع الأسماء وصرح بجميع الأسماء في القصيد من القراء ورواتهم كما تقدم لنا وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة